اشتركوا في القناة اعملان معا لتحقيق السلام والازدهار لسائر شعوب العالم وانتمائهما للبيت الخالجي والعربي ويشهد التنسيق والتكامل والتشاور بين البلدين اسهى صوره وانجح مراحله في العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم واخيه خادم الحرمين الشريفين حيث القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة والرؤى المتطابقة نحو كل ما يخدم البناء والسلام وتحقيق المزيد من التقارب بين الشقيقتين ودول العالم وعنوانهما في تحقيق هذه الرؤى العمل الدؤوب والمخلص والفكر المستنير لكل من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء واخيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية فازدهرت العلاقات البحرينية السعودية وتكملت باستمرارية التواصل والتعاون والتنسيق المشترك وتعزيز المصالح العليا المتبادلة التي تمخضت عنها حسمة هائلة من الإنجازات والشركات والمكتسبات التي عززت من قوة هذه العلاقات وسهم الدور المحوري الذي تلعبه مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في محيطها الخليجي والعربي والإسلامي والإقليمي سهم كثيرا في تحقيق السلام والاستهار والنمو في ربوع المعمورة انطلاقا من واجبهما الأخوي وإيمانهما بعدالة المواقف وذلك عبر التنسيق والتعاون المشترك في مختلف القطاعات للوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة في نصرة القضايا ومجابهة التحديات في سبيل تحقيق الخير والسلام لسائر شعوب العالم